السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأحد 12 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم استقر في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب حتى تمام ساعة 22 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 14-11 لينتقل القمر بعدها لبرج القوس طبعا القمر الآن موجود في منزلة اليكليل وهي منزل إلى الربح والحماية والثبات والسلام والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10-51 دقيقة من صباح يوم الأحد لينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزل إلى الضفر والنصر والثبات والربح والسلام طبعا القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته خلال هذا اليوم ما منعرف حل وسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير يا منقطع علاقاتنا وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي يمكننا أن ننفجر عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولنا يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية مثلا بوليسي أو أكشن أو شغلة زي هيك برضو اتخاذ قرار مهم أو مثلا مسائل تتعلق بالعقارات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما عنا غير زاوية وحيدة وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية الساعة 12 و 8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا وبرضو هاي الزاوية بتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية بدنا نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكنها تصلح للفحصات أو اجراء علاجات أو مراجعات طبية هي الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض لبرستاتا عظم العانى والجينات بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى في جراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشكلة برضو مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ما زالت الأجواء أنه يصلح لإزالة الشعر الزائد خلال هذا اليوم بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب قلو المسار القادم بيبدأ الساعة 11 وثلاث دقائق من مساء يوم الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة 22 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء أو من فجر يوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اختفاء القمر عمره 28 يوم في تمام الساعة 22 و 56 دقيقة صباحا بصير 29 يوم نسبة الإضاءة صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحس الآن بالنسبة 25% في ساعة الظهر سعيدي بالنسبة 15% القمر في العقرب حتى يوم 14-11 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% في ساعات العصر منتحس بنسبة 70% عطارد في القوس حتى يوم 1-12 سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% المريغ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد كون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع أو مغامرات مالية وخلال هذا اليوم أنا ما بنصحك لا تكفى الحد ولا تداين حد فلوس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم شراكات المال شراكات العاطفة ما بينك وبين أزواجكم ولكن بتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم وما تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع التعاسي أو الحزن أو تشعر بالظلم والقهر أهم مش إنك ما تيئس وكون صبور لعلك تنجح لأن القمر موجود مقابلك فطاقتك ضعيفة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة ولا تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ولا تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو معامله برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح قسص وقت لعائلتك أنت مشحن بالحيوية والحماس لمتابعة مساء لك وللتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو ميلوا للتقارب العائلي أو بتميلوا لأفراد العائلة أو مديد العون لإلهم ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع المقربين منك الفترة هاي فيها بعض التوتر ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزل أو مصاريف بتيجي بشكل مفاجئ أهم شيء أنه أنتبه على حالك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبرضو مناسب لتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص اليوم ممكن يطلق حملة تروجية أو يسمع خبر صار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال هذا المال عادة بيكون على الأغلب من عمل إضافي وتعتبر هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهمش أنك تتفائل بالخير وانطلق واسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك في انشغالات على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم عندكم نشاط عالي وحيوي وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بما أن القمر صار موجود عندكم بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها نهاد دعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب كنت بتنتظره وبتفرح لخبر أو لإنجاز أو إنجاز معاملي مثلا وبتنطلق بمهمة طال انتظارها في جديد رح يدخل لحياتك أو خبر كنت بتنتظره بوصلك ويعتبر هذا اليوم من أكثر أيام الشهر حظا برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس بتجتازه بصورة عام يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم أي وجود مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة وحاذروا من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوض قليل اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فما تجازف فيه نوع من أنواع التأخير والفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتق وأشخاص بترتاحه لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم مش إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح اليوم بوجود أحد الأصحاب أو ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبيممكن برضو اليوم تنجح في إثبات جدار تكونين رضا المسؤولين منكم أشخاص اليوم ممكن يهتم بالصحته أو بصحة أحد الوالدين أهم شي إنك ما تنجر ورد تسرع الإنفعال وحاول إنك تكون هادئ طبعا في نوع من أنواع التحدي فعشان هيك اليوم ممكن تبدو غاضب أو عدائي فبدك تحاذر الخلافات وممكن اليوم برضو من طرف آخر إيجابي إنك تكرم أو تحصل على فرصة مهمة وخصوصا إذا ركزت بالمكاسب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيصلكم خبر سار من بعيد وبتنجحوا بالاتصالات والحوارات والنقاشات والتعامل مع أشخاص خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطف مع أحباكم يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن بعضكم يسافر في رحلة أو يرتب لموضوع سفر قادم أو يفرح لإنفراج وتسوي مهمة تهتم بهواية جديدة وبتكون حيوي ومتحمس ومتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء